متابع هذا الموضوع مع مدير عام دائرة العمل والتدريب المهنية السيد عباس فاضل أهلا بك سيد عباس يعني قانون الإقراض تضمن فئات جديدة هل لك أن تحدثنا من هي هذه الفئات وكيف هي آلية الإقراض تحية طيبة لحضرتك وإلى قناتكم الكريمة بالحقيقة نحن بداية نتحدث عن الهدف من القروض الهدف من هذه القروض هي لدعم وتشغيل الشباب من خلال بناء قدراتهم وزعجهم في سوق العمل انطلاقا تأتي هذه بمبادرة إطلاق برنامج الحكومي لتقوى دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاعر السوداني لدعم وتشغيل الشباب في الحقيقة تم تعديل قانون الإقراض الجديد وتم زيادة مبالغ الإقراض في السابق كانت 8 مليون بعد التعديل أصبحت 20 مليون و30 مليون و50 مليون تقدم هذه القروض للباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل نعم طيب سيد عباس مع الاهتمام بهذه الجانب المشرق في الأهداف المتحصلة من موضوع القروض لكن أيضا نتحدث على أرض الواقع ونقلا عن مواطنين هناك صعوبة في استحصال القروض هناك إجراءات روتينية لم نتخلص تماما من موضوع الروتين هنا نتحدث عن دوركم في هذا المجال وأيضا مسألة الفوائد المترتبة على هذه القروض وكيف يمكن توضيحها للمواطنين بداية نحن القروض هي بدون فائدة تمنح للباحثين عن العمل وبخصوص التقديم هي تقديم ألكترونيا عبر نافذة يتقب بها رابط ويكون التقديم ألكترونيا وحتى ظهور الأسماء المستفيدين من القروض هي تظهر وفق خوارزمية هذه الخوارزمية تعد وفق النقاط للمسجل أكثر قدما في قاعة بينات الوزارة العمل الخريج لعدي أطفال يعني هكذا هاي تفاصيل تمنح تسجل هذه النقاط ويتم أظهر القروض بشكل ألكتروني بدون أي تدخل لشفافية الموضوع قبل مدة نفت وزارة العمل إخراج فئة الشباب من المستحقين للحماية الاجتماعية وقالت هم مشمولون ولكن أيضا ذيلت هذا النفي بقولها إذا أرادوا أن يقدموا على القروض المدرة ويمكن أن يحصلوا على هذا بمقابل إخراجهم من فئة المستفدي من الحماية كيف وجدتم التفاعل في هذا الموضوع؟ هي مو إخراجهم هو لا يوجد أي إخراج من شبكة الحماية الاجتماعية لكن برنامج الإقراض هو يمنح للشباب فنقول أي شاب قادر على العمل عنده فتفكرة في مشروع بالإمكانه يسجل على برنامج الإقراض الجديد الغالث إحنا تهيئته وزجه في سوق العمل مثل ما قلت قبل قليل الجديد في هذا البرنامج هو القروض سيمنح على شكل دفعتين لضمان وصول المبالغ بشكل صحيح كيف الآلية ستكون؟ سيستفاد من هذا القروض سيدخل في دورات تدريبية هذه دورات تقدم مجانا لغرض بناء قدراته في برامج الرياضة دورات إجبارية؟ هي مو إجبارية لكن لتطويق قدراتي هذه الدورات في سبيل بمهارات الرياضة سيهيئة أستاذ عباس أنا نريد أن نستوضح موضوع معين هل تتدخلون في نوعية المشاريع التي يقدمها المقترض يعني في اختيار نوع المشروع وأيضا مستوى التدريب الذي يحصل عليه مقابل حصوله على القرض أم تترك له الحرية؟ تترك له الحرية أكيد نحن نقول لك أي شاب أدفت مشروع فكرة في بالي يقدم دراسة جدوى أدنا لجان معنية من وزارة العمل والوزارات الأخرى تقوم بدراسة جدوى للمشروع وبموجب هذه الدراسة يمنح القرض طيب يعني هناك من الشروط بأنه يقدم مشروعه وهناك دراسة طيب من الذي يحمي الطالب لهذا القرض من الانتقائية بهذه المشاريع؟ كما تعلم بأن الشباب اليوم بحاجة لهذا القرض إن كان لديهم مشروع خاص هم يتبنونه أو أغراض أخرى؟ لا هو القروض أصلا تمنح إلى مشروع يعني هو تسمية واضحة القروض تمنح للمشاريع المدرة للدخل طيب ما الذي يحميه من الانتقائية بهذه الحالة؟ لا يوجد أي انتقائية لأنه حيمنح هذا القرض بموجب دراسة وإحنا أشارنا إلى إدخالهم في دورات تدريبية تعرفين أننا شاو يدخل هذا في دورات مهارة رياض هذه المهارات تهيئة كيف يبدأ مشروعة كيف يذلل المعوقات التي يبدأ بها وراح تكون الوزارة بخلال دارة العمل وتدريب مهني مستمرة لمدة سنة بمتابعة المشروع لتدليل المعوقات أمامه هذا التدريب سيأتي بعد إعطاء المواطن القرض أم قبله؟ لا أكيد قبل بعد ظهور أسماء المستفيدين من القروض سوف يدخلهم بهذه الدورات طيب يعني قلت بأنه يعطى للمواطن على شكل دفعتين طيب مدة تزديد القرض كيف ستكون؟ مبالغ تزديد القرض يقسم المبلغ على خمس سنوات إجمال القرض على خمس سنوات طيب بدون فوائد بدون فوائد نعم أستاذ عباس هل يكون القرض حصرا للمتقدمين على منصة مهن؟ أم أنه يعني عام بالنسبة لجميع الشباب؟ لا يمنح القرض للمسجلين باحثين عن العمل في قاعدة بيانات وزارة العمل طيب منصة مهن هي منصة أطلقت في الأون الأخيرة هي لتقديم الخدمات التي تقدمها دائرة العمل وتدريب المهني فمثل خلال أي شاب يعني سأكون أنا أخذ غير موضوع أدخل به على منصة مهن بس نحب ننوه نستثمر وجودنا طبعا منصة مهن هي تجربة الأولى بالعراق هذه المنصة لأول مرة يتم دمج صاحب العمل مع العمل بشكل مباشر يعني أي عامل يدخل على هذه المنصة يسجل بمشروعة والباحث عن العمل أيضا يسجل بهذا المشروع يدخل على البرنامج إذا كان هناك مهنة ناسبة فراح يكون تواصل بشكل مباشر أضافة إلى اللي يقدمون على الدورات التدريبية فبالإمكان عبر المنصة مهن يكون تسجيل عبر الدورات وأضافة إلى تسجيل الباحثين عن العمل من خلال منصة مهن هذا تأتي من تقليل الروتين وتبسيط الإجراءات للباحثين عن العمل